السلام عليكم ورحبا بكم في النشرة الجوية ليشوفوا على قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر إذا مشاهدينك مشهدة المناطق الشمالية اليوم هبوب رياح قوية رح تنقص خلال المساء غضوه إن شاء الله رح يدور الحال ستكون في بعض الأمطار الخفيفة على المناطق الوسطى والشرقية بالنسبة للولايات الجنوبية تبقى الأجواء مستقرة وحرة على معظم الولايات الجنوبية أكثر تفاصيل مشاهدين على الوضاية الجوية المرتقبة خلال ليلة اليوم وصابيحة الغد صورة القمر الاستناعية ودحنا في الصورة انتشار بعض السحب الكتيفة على معظم المناطق الشمالية بالنسبة لحركة الرياح رياح من ضعيفة إلى معتدلة بالمناطق الغربية تقدر تلحق حتى 40 كم في الساعة تاني على شرق الصحراء تاني كيف كيف أما باقي المناطق الشمالية والجنوبية سرعة الرياح مدفوش 30 كم في الساعة سيكون فيه تطاير محلي للرمال الوضاية الجوية المرتقبة خلال ليلة اليوم تبقى اليوم في الليلة جوة مستقرة على معظم المناطق الشمالية مع عبور بعض السحب العبرة اللي حتكون بلا فعالية كما نشوفه في الساعة تمتد حتى إلى منطقة الواحات شمال الصحراء والجنوب الغربي وكذلك على منطقة التمنرس تبقى الأجوة مستقرة على صحراء تزروفت وأقصى الجنوب والجنوب الشرقي درجات الحرارة المرتقبة اليوم في الليلة ان شاء الله رح ينسلوا حوالي 19 درجة على منطقة غرداء الزلفانة بالريان نفس المقياس على منطقة بشار القناة سوا بن عباس 25 درجة على منطقة تندوف كذلك بكل من إليزي جانت بتابعينا ميناس 12 درجة بالعاصيمات 13 درجة بالغوات 14 درجة على منطقة هزيو الزوب ومرداز 9 درجات بكل من باتنا وخنش العشر درجات على ولاية أسطيف وقسنطين على الغرب الجزائي سجلوا حوالي 7 درجات على تيسم سيل تغيريزان سعيدة وسيدي بالعباس وفي حدود 16 درجة على وهران ومسط غانم رضايا جوية المرتقبة إن شاء الله مع صباحة ومع الفجر غضوة مع صباحة يسبح الحجباب على كامل مناطق الشمالية وكذلك الجنوبية مع عبور بعد السحب العبرة اللي حتكون بلا فعالية لاشي إن شاء الله باشي دور الحال على الولايات الوسطى والشرقية نحن نشوفوا الآن مشاهدين درجات الحرارة اللي رح ينسجلوها مع صباحة ومع الفجر تقدر تلحق إلى حوالي 27 درجة بكل من إليزي وجانت حوالي 29 درجة على منطقة ورغلا وتوغورت 26 درجة على منطقة عين صالح 21 درجة على بشار 16 درجة على وران 15 درجة بتلمسان نفس المقياس على الغواط والمسيلة وفي حدود 11 درجة بالجزائر العاصمة وتسعة درجات فقط رايحة تسجل على منطقة باتنة وخنشلة وضعية البحر رح يكون من مطارب من قليل الإتراب إلى مطارب مع رياح قوية نسبيا على سواحل الغربية تقدر تلحق حتى 50 كم في ساعة تكون من غربية إلى جنوبية غربية ومختلفات الاتجاه على السواحل الوسطى والشرقية فيما يخص الرؤية دائما متوسطة على كامل الشريط الساحلي وعلوم الموجة يقدر تلحق حتى الزوج مترة ونص على السواحل الغربية سيكون طالع شوية ومترة ونص على السواحل الوسطى وما يفوتش الميتر على السواحل الشرقية حقا معكم الختام شكرا مع المتابعة في أمان الله